موسيقى ألقى جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من يمن مونيتور وكالة أمريكية تقول إن البن اليمني هو أغلى عالميا المشاهد نت الألغام تمنع الزوار من رؤية أقدم مدن اليمنيين عدن تايم الفصل والسجن أربعة أشهر عقوبة المعتدين على رجال المرور في عدن القدس مهرب المخدرات في أستراليا يستخدمون طائرات درونز لمراقبة الشرطة أهلا بكم لتشرب قهوة موكو الحق سيكون عليك أن تدفع أكثر نحن نتحدث عن أن الرطل يساوي 240 دولار لحبوب الشوكولاتة والقهوة التي يصعب العثور عليها وتبحر من المخى اليمنية بهذه العبارة تفتتح وكالة بلومبرغ المتخصصة في الاقتصاد تقريريها عن القهوة الأفضل في العالم والقادمة من اليمن وقالت الوكالة حسب ترجمة ليمن مونيتور على مدى عقود اشتكى عاملون في القهوة من أن القهوة اليمنية قد انخفضت في الجودة ولم تكن قابلة للبيع وكان لها عيوب نوعية غريبة ولكن معظمهم يعرفون أيضا أن فنجانا جيدا من القهوة اليمنية يمكن أن يحول كوكر القهوة إلى مؤمنين من الموجة الثالثة الآن يتم استيراد هذه الحبوب اليمنية عالية الجودة إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ظهور القهوة المتخصصة وذلك بفضل المقهى الاجتماعي الذي يقدم القهوة المحمصة ويعرف باسم المخى واسمه يرجع لميناء في اليمن قام بشحن القهوة الأولى قبل 1400 عام ويضيف الموقع أن القهوة اليمنية ذات شهرة سريعة وتقدم في أفضل فنادق العالم مع الاعتراف أن هذه الصناعة تجلب عنوين إيجابية للدولة التي مزقتها الحرب وقال مختار الحنشلي الذي أسس الشركة تعمل في مجال القهوة يمكن القول تاريخيا أن 90% من القهوة العالمية تعود إلى اليمن ولكن الآن هناك داء لدينا في اليمن يسمى القات الذي كان يزرع تقليديا في شرق أفريقيا ومقابل كل مزرعات قهوة واحدة في اليمن الآن هناك سبعة من مزارع القات إلى موقع المشاهد نيت والذي عنونا بخصوص أثار اليمن وعلق المشاهد يوثق بالصور أقدم حضارات العرب يطمرها الإهمال ويلوثها البارود ويقول الموقع كبوابة عبور تقف مدينة براقشة تاريخية كأول معلم يدل الزائر على دخوله محافظة الجوف القابعة على كنز من المعالم التاريخية الممتدة لأكثر من ثلاثة آلاف عام يقول علي عامر باحث آثار للمشاهد لا أحد يستطيع دخول مدينة براقش بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل الحوثيين إضافة إلى أن المدينة تأثرت بشكل كبير نتيجة قصفها من قبل طائرات التحالف العربي ويضيف الحوثيون كانوا يستخدمون مدينة براقش كمعسكر لهم ما دفع طائرات التحالف إلى قصف المدينة لإرغامهم على الانسحاب وعندما تم استعادتها من أيدي الحوثيين تم منع الوصول إليها حفاظا على حياة الزائرين نظرا لكثافة الألغام التي زرعت في المدينة يتابع الموقع تتمركز في المدينة قوات من الجيش الوطني وتؤكد أن تواجدها مؤقت من يتدخل في من؟ الدين يتدخل في السياسة أم السياسة تتدخل في الدين؟ وأيهما أو لا؟ فصل الدين عن السياسة؟ أم فصل السياسة عن الدين؟ دعونا نبحر معاً يقول محمد جميح ذلك في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفاً في جزء من المقال الحل يبدأ حين تكف السياسة بمكونيها سلطة السياسية والمعارضة الإسلامية عن تزييف وعي الجمهور بزعم أن الدين يتدخل في السياسة فيما الحقيقة التي تدعمها شواهد التاريخ والحاضر تقول إن السياسة هي التي تتدخل في الدين وتوظفه لصالحها وإذا ما وصلنا إلى هذه القناعة فإن رجال السياسة من حكام وإسلاميين سيبحثون عن وسيلة أخرى غير الدعاية الدينية لتثبيت مشروعية سلطاتهم التي حصلوا عليها أو التي يسعون للحصول عليها هذه المشروعية ستكون مشروعية تنموية وقيمية تتترجم في برامج عمل سياسية تركز على كم من الخدمات وليس على كم من الشعارات وعندما تتنافس السلطة والمعارضة الإسلامية على أساس برامج عمل سياسية تنموية وخدمية فإنها هنا ستكون قد حققت مقاصد الدين بالسعي لتعمير الدنيا ومن هنا يمكن القول إن وقف التوظيف السياسي للدين والتركيز على برامج العمل التنموية والاقتصادية يحقق مقاصد الدين ويقوي أسس السياسة نقطة البدء إذن تكمن في وقف العمل على تكريس مقولات من مثل أن الدين يتدخل في السياسة وتثبيت المقولة الأصح وهو أن السياسة تتدخل في الدين كما تتدخل في الاقتصاد والقيم والثقافة والتاريخ وهذا ما يحتم فصلها عن هذه المنظومات كي لا يستمر التوظيف والتزييف وعندما نصل إلى هذا الحد فإن الحاكم سيمتنع عن التواصل مع فضيلة المفتي ليصوغ له من الفتاوى ما يبرر تصرفاته السياسية ويعطيها مشروعية دينية كما أن المرشح الإسلامي سيمنع من كتابة الآية القرآنية إن خير من استأجرت القوي الأمين إلى جوار صورته في الدعاية الانتخابية وبذا نحفظ للإسلام نقاء مع بقائه رفعة القيام الروحية وحاضنة لأوجه الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والشخصية وباعثا للتراث الحضاري للمسلمين قضية مقتل مديرة مدرسة دبي في تاعز ما تزال تثير اهتمام ومخاوف الأهالي وعنون موقع المصدر أونلاين شرطة تاعز سعلن القبض على قتلة مديرة مدرسة وإعداد ملف لإحالتهم للمحاكمة وأكدت إدارة أمن تاعز أنها ضبطت عددا من المتهمين في حادثة مقتل هيام نديم مديرة مدرسة دبي الأهلية بعد أسبوع من الحادثة وقال بلاغ صادر عن مركز الإعلام الأمني إنهم أنجزوا خلال إجازة العيد إجراءات التحقيق مع المتهمين في الحادثة وأن إدارة الأمن سوف تقوم بتجهيز ملف القضية لرفعه للجهات المختصة لبدء محاكمة المتهمين ويضيف بلاغ الإعلام الأمني من خلال الإجراءات التي تمت نؤكد أن الجريمة جنائية وأن القضية تسير وفق القوانين والإجراءات الرسمية قتل مواطن في محافظة إيب ظهر الجمعة بعد أن أطلق مسلحو الميليشيات الانقلابية في نقطة تفتيش النار على إحدى السيارة المارة في جريمة هي الثالثة من نوعها خلال يومين وذكرت مصادر محلية لسبتمبر نيت أن إطلاق عناصر الميليشيات النار على السيارة دفع بسائقها إلى الإسراع هاربا من الرصاص ما تسبب بانقلاب السيارة ووقوعها فوق دراجة النارية يضيف الموقع أدى ذلك إلى مقتل سائق الدراجة النارية المواطن محمد أمين الجراش وجرح آخر كان على متنها ويقول الموقع تقوم الميليشيا باستفزاز المواطنين عند نقاط التفتيش التي تقيمها في شوارع وأحياء ومداخل حارات محافظة إب ما أدى لعرقلة حركة السير وتعطيل أعمال الناس يتابع الموقع قتلت الميليشيا خلال اليومين الماضيين مواطنين اثنين في نقاط تفتيش تابعة لها وأمام عوائلهم في مديريتي السبرة والشعر شرقية إب اليمن المفقود تحت هذا العنوان كتبت لطيفة علي مقالها المنشور في موقع الموقع بوست وتضيف الكاتبة الحرب اليمنية في عامها الثالث ومن المعلوم ما هي مخلفات الحروب من أعداد القتلى والمهجرين وانتشار الجوع والفقر والخراب في البنية التحتية المادية منها وسلامة الروح الوطنية وهنا ربما الإشكالية الأعظم ذلك أنه غالبا ما تقوم الحروب ولو من قبل أحد أطرافها لمناهضة الطرف الآخر المعتدي على قيم الوطن من قبيل المثل المدعاة كالمواطنة والحقوق والعدالة والديمقراطية وغيرها وننساق نحن كطرف ثالث حالم بتلك الخزعبلات غير الواقعية إلا في عقول البسطاء الذين يتدثرون بها كملاذ قليل الحيلة عامان من الحرب والخراب تجلت الصورة كالشمس وتوالت الأقنعة بالتساقط المثقفون يتساقطون والحالمون البسطاء يفقدون البوصلة والسياسيون الأدعياء تتداعى آخر أقنعتهم والمشهد وطن بلا أبناء حقيقيين انقلاب هدم وطنا مهترئة وشرعية تحارب الانقلاب بالفساد الانقلابيون والشرعيون يتلاقون عند مواطئ لا دولة التي تبيح لهما أن يصبحا دون منافس عصابات أحدهما برسم شرعية الدستور وآخر لا شرعية له إلا قوة الجيش المنتزع من أبنائه وزجه في القتال وبعد عامين من الحرب الخلاص لن يكون لبمنظومة النخب الفضفاضة ولا الشرعية الفاشلة ولا تفوق الانقلابيين وحده إيجاد خلق شعب حي من أبناء حقيقيين للوطن يتابع موقع عدن الغد قضية رجال المرور الذين تعرضوا للاعتداء في العاصمة المؤقتة وقال في عنوان رئيسي مدير أمن عدن اتخذنا إجراءات وعقوبات صارمة ضد المعتدين على رجال المرور ونشرف شخصيا على تنفيذها وقال مدير أمن العاصمة الموقعة عدن شلال شائع تابعنا تداعيات الاعتداء المؤسف على رجال المرور في العاصمة عدن قبل أيام وأضاف نؤكد أننا تابعنا كل تفاصيل الاعتداء الإجرامي المشين على رجال المرور وأمرنا على الفور بإحضار وتوقيف المعتدين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة للمعتدين والذين هم للأسف من رجال الأمن يتابع شلال هذا الاعتداء لن يمر دون عقاب ولقد أمرنا بتنفيذ العقوبات الرادعة التي اتخذتها قيادة فريق مكافحة الإرهاب ونشرف على تنفيذها بكل حازم وكان قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن قد أصدر عقوبات بحق المعتدين على رجال المرور وإفقا لعدن تايم فإن العقوبات التي أصدرها العقيد يسران حمزة قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن شملت الجنود الذين حاولوا تشويها سمعة عدن وأمنها من خلال الاعتداء على رجال المرور ثاني أيام العيد وقضت العقوبات بفصل قائد الفصيلة وأربعة مستجدين دون مستحقات ومصادرة البطائق وجميع العهد التي بحيازتهم والحكم بالسجن عليهم أربعة أشهر دون زيارات وإسقاط أرقامهم العسكرية إذن قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد ضحايا الحرب اليمنية محرومون من الأطراف الصناعية تحت هذا العنوان أوردت صحيفة العرب الجديد قصصا لضحايا الحرب وصلتت الضوء على معاناتهم فمحمد ناصر ربيد والذي لم يتجاوز عمره السابعة عشر ضحية أصيب بانفجار لغم أرضي أقعده أقعد على أثره على كرسي إعاقة حصل عليه من فاعل خير ليبقى بانتظار دوره في ورشة مركز الأطراف الحكومي في صنعاء من أجل حصوله على قدمين صناعيتين وهما تكلفان 600 ألف ريال أي ما يعادل 2392 دولار أمريكي ربيد واحد من سبعة آلاف معاق فقدوا أطرافهم في الحرب بحسب إحصاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي حصرت أسباب الإعاقة في الإصابة جراء ألغام أرضية أو قصف الطائرات أو طلق ناري فيما وثق الاتحاد العام للمعاقين نحو 2647 حالة ليمنيين فقدوا أطرافهم ويفاقموا من معاناتهم تدني الرعاية الطبية ونقص الدواء وتوقف صرف مخصصات مراكز الأطراف التابعة لوزارة الصحة من وزارة المالية وعدم التمكن المعاقين من السفر إلى الخارج للعلاج وفق تأكيد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين قصة أخرى وهي للطفل إسحاق حسان واحد من بين المعاقين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى خارج اليمن للعلاج والتي أوردت الصحيفة روايتها التي قال فيها أجريت عملية أولى في مستشفى الثورة بمدينة إب لكنها فشلت ثم انتقلت إلى صنعاء وأجريت عملية ثانية في مستشفى الشرطة وفشلت أيضا وكان بالإمكان إنقاذي من الإعاقة في حال سافرت إلى الخارج للعلاج كما قال الأطباء لي وبحسب الصحيفة فإن تزايد أعداد طالبي الخدمة منذ بدء الحرب جعل صندوق الرعاية وتأهيل المعاقين عاجزا عن تقديم تكاليف الأطراف الصناعية والعمليات الجراحية وفقا لحديث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين صحيفة الخليج تابعت التقدم الذي تحرزه قوات الجيش اليمني وعنولت في إحدى صفحاتها قوات الشرعية اليمنية تسيطر على طريق صنعاء مأرب وقالت الصحيفة إن قيادة قوات الجيش الوطني اليمني الموالي للشرعية المسنودة بقوات التحالف العربي أعلنت فرض سيطرتها على الطريق الرابطي بين صنعاء ومحافظة مأرب عبر طريق صرواح خولان مؤكدة أنها باتت على بعد كيلو متر واحد من مركز مديريات الصرواح ويأتي ذلك في إطار معارك الشرعية لاستكمال تحرير مأرب من الميليشيا التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع كما تكبدت الميليشيا خسائر بالأرواح والعتاد إثر معارك مأرب وأكدت مصادر عسكرية تحقيق القوات الشرعية تقدما ميدانيا خلال عملياتها العسكرية على حساب الإنقلابيين في مديرية صرواح غربي مأرب بالسيطرة على طريق صرواح خولان وقطعة من منطقة حباب التابعة لمديرية خولان تضيف الخليج شكل هذا الطريق طوال الفترة الماضية خط إمداد رئيس للميليشيات المتمركزة في جبل هيلان كما حققت قوات الشرعية تقدما ميدانيا بعدة مواقع في جبل النصيب الأحمر الاستراتيجي المطل على مركز مديرية صرواح وأفادت المصادر بأن ميليشيا الحوثي وصالح تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها بينهم قيادات ميدانية إضافة إلى تدمير معدات عسكرية نظرا لأهمية المقال الذي كتبه الأكاديمي في جامعة الكويت شفيق الغبر عن هستيريا الاشتثاث نواصل نشر أجزاء من المقال الذي ورد في صحيفة الحياة اللندنية لا يرى النظام العربي ثمن الاجتثاث على الأفراد ممن يتحولون إلى الضحية الأولى والدائمة لجميع النزاعات فبسبب ضعف الحقوق وحرية الكلمة والقانون في البلاد العربية تصبح الدولة الأمنية مركز الاجتثاث فبطبيعته ينتج الاجتثاث الرقابة على الفكر والتعبير كما يؤدي إلى عقوبات فردية قاسية وعقوبات جماعية تشمل صغائر الأمور إن معاقبة الناس على ما لم يقوموا به ومعاقبتهم على سلوك قادتهم والحركات النابعة من قاع المجتمع يحول المجتمع إلى حالة من التوحش والكراهية الاجتثاث يدفع بالدول إلى التسلح والحروب بينما يؤدي إلى إهمال العلم والتعليم والثقافة بل يؤدي الاجتثاث إلى التفكك والغضب وهما أقصر الطرق لإنتاج العنف والثورات وكل ظواهر التفكك إن الخروج من مستنقع الاجتثاث يتطلب الانفتاح على المعارضات العربية السلمية ويتطلب أن تتحدث الدول مع معارضيها عوضا عن سجنهم وممارسة القطيعة معهم لنجاح الدول العربية في الزمن القادم لا بد من بناء مؤسسات قادرة على القيام بدور خاص في موازنة أدوار أخرى إن الانتقال نحو التوازن يتطلب من القادة العقلانية والتواضع والمعرفة بالتاريخ والاستعداد للاستماع والمعرفة العميقة بحدود القوة عقلية التوازن تتطلب وضع حدود لصلاحيات الحزب الحاكم فمن دون حدود على السلطة السياسية والقوة ستسقط القيود وسيعتقد القادة والمسؤولون أن بإمكانهم تحقيق الاجتثاث والتصفية وهذا سيحول المعارضين إلى حالة من العبث والعودة إلى الصراع الصفري لو كانت هناك محددات لسلطة صدام حسين أو بشار الأسد أو بن علي وحسني مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح وأمثالهم لكان العالم العربي في مصاف الدول المتقدمة ولا كانت قضية الإرهاب من مسائل الماضي صحيفة القدس العربية عنونت في أحد أخبارها المنوعة مهرب المخدرات في أستراليا يستخدمون درونز لمراقبة الشرطة وأصرح مسؤولنا في أستراليا بأن عصابة دولية لتهريب المخدرات استخدمت طائرات من دون طيار لمراقبة الشرطة خلال عملية باءت بالفشل لتهريب كمية من الكوكايين بقيمة 30 مليون دولار أسترالي وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية أنه تم ضبط كمية المخدرات التي تزين 92 كيلو جرام في ثلاث حقائب داخل حاوية على متن سفينة شحن وصلت إلى مالبورن قادمة من باناما واعتقلت الشرطة سبعة أشخاص بعد حملة المداهمة ومن بينهم أربع أستراليين وكنديين اثنين وبريطاني واحد وجهت لهم اتهامات بتهريب المخدرات وصرح مفتش الشرطة الاتحادي جون بيفريج بأن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المجرمون طائرات بدون الطيار ولكنها تكشف أن عصابات المخدرات أصبحت أكثر ذكاءاً وقال بيفريج للصحفيين لقد استخدموا طائرات بدون طيار للقيام بعمليات مراقبة عكسية ضد المحققين بينما كانوا يعقدون اجتماعاتهم المجرمون يزدادون ذكاءاً ولكن الشرطة تزداد ذكاءاً أيضاً ما الذي يدفعنا للثأر من الآخرين؟ تساءلت شبكة البي بي سي وقالت في الرد إن الثأر يعد جزءاً من السلوك البشري منذ بداية وجود الإنسان على وجه الأرض وقد وظفه الأدب على مر التاريخ بدءاً من المسرحيات الإغريقية ووصولاً إلى شيكسبير في مسرحيته هاملت كما يشكل الثأر ملامح الحياة السياسية إذ ذكرت مقالة في جريدة واشنطن بوست أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال كان بسبب رغبة ذوي البشرة البيضاء المنتمين إلى الطبقة العاملة في الانتقام بعد أن شعروا بالتهميش في ظل تمدد العولمة الاقتصادية ولأنه من الصعب التمييز بين الثأر والسلوك العنيف فكان من الصعب دراسة موضوع الثأر وبعد أن كان ديفيد تشيستر من جامعة فيرجينيا كومنولث يدرس السلوكيات العدوانية أدرك أن هناك الكثير من المشاعر التي تتفاعل داخل المرء قبل مباغتة الآخرين بالهجوم وأشر إلى هذه المشاعر باسم الوسيط النفسي وهي الأفكار والمشاعر التي تطرأ بين الاستفزاز وبين التهجم على الآخرين ويقول تشيستر قادني الفضول إلى معرفة كيف تدفع الإهانة المرأة على سبيل المثال إلى الاعتداء على الغير ويرى تشيستر أن الإجابة تكمن في الرغبة في الثأر ويتابع ولهذا بعد أن كنت أحاول أن أفهم السلوك العدواني اتجهت إلى دراسة الثار البحر الأحمر وهو يتحول إلى بحيرة تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الحكم دياب مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد أو صحيفة القدس العربي في القرون الأخيرة يتعامل العالم مع البحر الأحمر باعتباره بحرا عربيا خالصا ومنذ المسعودي صاحب مروج الذهب والمعروف بهيرو دوث العرب المولود في بغداد وحين شبع عن الطوق كان كثير الأسفار واستقر به المقام في مصر نظر إلى هذا البحر كخليج باسم البحر الحبشي ويبدأ من باب المندب إلى ميناء القلزم وأطلق عليه ابن خلدون اسم بحر القلزم وربط باحثون محدثون اسم البحر بخواصه الطبيعية وزيادة الطحالب البنية المائلة للحمرة فيه ووجود شعب مرجانية بألوانها المتعددة والمتداخلة والبحر الأحمر يقع حاليا في قلب عواصف وأعاصر سياسية وعسكرية وإرهابية وصهيونية والأخيرات تضع لمساتها الأخيرة على مشروعها الإمبراطوري المسمى بإسرائيل الكبرى الواقع بين الفرات والنيل ودخلت مرحلة أخرى من التوسع تحت رايات إمبراطورية أكبر تقع بين الخليج والمحيط وأعدت المنظومة الصهي أمريكية عدتها بمشروعات وبدائل جهزة تتحين الفرص للتنفيذ وفق آلية القضم المرحلي الممنهج والاعتماد على القوى والقدرات المنتنمية واستغلال خلل موازين القوى الإقليمية والدولية طوال القرن العشرين وإلى الآن لن تترك تل أبيب فرصة تسليم الجزيرة للرياض دون ابتزاز وسوف تطلب التزاما سعوديا مكتوبا وترتيبات أمنية خاصة وتعمل على توقيع اتفاقية سلام معها وهذا هو جوهر صفقة القرن الصهي أمريكية صحيفة الديلي تيليغراف نشرت مجموعة من أهم الصور التي تم التقاطها أمس في مناطق مختلفة من العالم نتابع هذه الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى خسام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة